الحمد لله الصلاة والسلام على الشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعينما بعد حياكم الله بنائي وبنات الطلاب في مادة التوحيد المقرر الأول وبين يدينا درسنا في هذا اليوم هو منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة ولازلنا في الوحدة الأولى وعنوانها العقيدة الإسلامية ودرسنا منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة نهدو في درسنا الأهداف التارية عنوان الدرس وهو الدرس الخامس منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الهدف الأول أن أحدد منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الإسلامية الهدف الثاني أن أبين أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية وفي ثنايا درسنا بإذن الله سنتناول هذين الهدفين قبل أن ندخل في درسنا تحليل لمن ينطبق عليه تعريف معنى السنة والجماعة قبل أن ندخل لمن ينطبق عليه نريد أن نعرف أهل السنة والجماعة وهم هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وهم ينظرون إلى الحق والصواب يلتمسونه ويلزمونه ويتمسكون به فهم هؤلاء هم أهل السنة والجماعة فيدخل في ذلك السلف الصالح ومن تبع هؤلاء أهل السنة والجماعة ينطبق عليهم وصف معنى أهل السنة والجماعة فإذن أهل السنة والجماعة هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وهم ينظرون إلى الحق والصواب يلتمسونه ويلزمونه ويتمسكون به وهذه هناك آية في القرآن تدل على هذا ويقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فإذن هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك السلف رحيمهم الله تعالى وهم أهل السنة والجماعة طريقة متميزة ومنهج واضحا في تلقي العقيدة حيث يقوم على الأمور الآتية نلاحظ أن السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة أهل تميز في طريقتهم في تلقي العقيدة الإسلامية وذلك واضح في أن منهجهم واضح منهجهم ماذا؟ واضح في تلقي العقيدة الإسلامية فتجد أنهم عندهم ضوابط فيما يتلقونه من العقيدة الإسلامية وفي ثنائي ذلك سنأخذ كيف أنهم يستمدون هذه العقيدة الإسلامية وكيف أن منهجهم واضح في تلقي هذه العقيدة الأمر الأول في منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الإسلامية تجد أنهم عندهم التسليم التام والانقياد الكامل لكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فهم هذه النصوص والعمل بها والقيام بتعظيم هذه النصوص الشرعية وإجلالها وعدم الاعتراض عليها بأي نوع من الاعتراض فتجد أن عندهم أهل السنة والجماعة التسليم التام والانقياد الكامل لكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم إذ لا يكتمل إيمان العبد حتى يسلم بما جاء عن الله ورسوله فلا وربك قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فتجد عندهم منهج الواضح في ماذا في التسليم التام والانقياد الكامل وتجد أنهم أهل عمل يعملون بهذه النصوص وينقادون لها ويسلمون بها فهم يجلون ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترضون على هذه النصوص فهذا هو منهج من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة أدم الاعتراض بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى دلالة على هذا الموضوع فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فهم أهل تسليم بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فتجد أنهم إذا جاءوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينقادون ويسلمون ويذعنون ولا يعترضون بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة من هاتين الآيتين أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة فلا وربك أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيما وقع بينهم من نزاء في حياتك ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا ممن تهى إليه حكمك وينقادوا مع ذلك قيادا تاما فالحكم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شان من شؤن الحياة من صميم الإيمان مع الرضا والتسليم فهم أهل رضا وتسليم أهل السنة والجماعة ولا ينبغي لمؤمن وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأصل الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة فلا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله فيهم حكما أن يخالفوه بأن يختاروا غير الذي قضي فيهم ومن يأصل الله ورسوله فقد بعد عن طريق الصواب بعدا ظاهرا فأهل السنة والجماعة أهل تسليم والقياد كامل وتام الأمر الثاني من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الإسلامية الاحتجاج بكل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المسلم أن يقبل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا في الأحكام والأقائد فمنهج أهل السنة والجماعة في أخذهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج بذلك ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسواء هذا الصحيح كان متواترا أو أحادا سواء كان في أمور العملية الشرية أو في أمور العقائد فإنهم يأخذون بهذا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجد أن أهل السنة والجماعة هم يحتجون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي يجب على المسلم أن يقبل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك من الأمور من منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الأقيدة الإسلامية أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية فالنصوص الشرعية الصحيحة النصوص الشرعية الصحيحة موافقة لما يقرره العقل السليم فتجد أن هناك توافق بينما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوافقه العقل ماذا؟ السليم فيخرج بذلك العقل الغير سليم وهنا بذلك نقول أن النصوص الشرعية الصحيحة إذا كان لم يصح فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبذلك نخرج بقاعدة أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية والمراد بالعقل السليم هو ما كان سالما من الانحرافات والشبهات فمن توهم التعارض بين النصوص الشرعي الثابت وبين العقل فذلك لقلة بصيرته ذلك لقلة بصيره فنحن نقول أن النصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة العقلية لكن لا بد أن يكون هناك شرط وهو أن يكون النص الشرعي صحيح فبذلك يكون موافقاً للعقل السليم ولكن علينا أن ننقادل النص الشرعي لماذا؟ لثلاثة أسباب السبب الأول أن النص الشرعي ثابت صحيح والعقل تتنوع مفاهيمه وتتغير نلاحظ أن العقل أنه تتنوع مفاهيمه وتتغير قبل ذلك ذكرنا أن المراد بالعقل السليم ما كان سالما من الانحرافات والشبهات فلذلك يطرع على العقل بعض التواهمات فلذلك ليس العقل السليم هو الذي يكون سالماً لابد أن يكون سالماً من الانحرافات وهذه الشبهات فننقادل النص الشرعي لثلاثة أسباب السبب الأول أن النص الشرعي ثابت صحيح والعقل تتنوع مفاهيمه وتتغير الأمر الثاني أن النص الشرعي معصوم ومحفوظ والعقل ليس كذلك النص الشرعي معصوم ومحفوظ لماذا معصوم ومحفوظ؟ لأنه من عند الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أيضاً النص الشرعي من عند الله الذي أحاط بكل شيء علماً وبذلك ثبت للنص الكمال والعقل قاصر مهما بلغ ولهذا يحار العقل في ماذا؟ في الغيبيات يحار العقل في الغيبيات مهما ظن الظان أن أقله قد كمل فإنه قد يحار وقد يرتاده من الأمور التي تطرع عليه فتغير في تفهمه لبعض الأمور فلذلك النصوص الشرعية هي من عند الله قد أحاط الله عز وجل بكل شيء علماً وبذلك ثبت للنص الكمال ثبت للنص الكمال والعقل ماذا؟ قاصر مهما بلغ ولهذا يحار في ماذا؟ في أمور الغيبيات هنا تنبيه نريد أن ننبيه عليه أن وقوع التناقض بين العقل الصحيح والنقل الصريح محال أن وقوع التناقض بين العقل الصحيح والنقل الصريح محال وإنما يقع ذلك في أحد حالي نقول نعيد أن وقوع التناقض بين العقل الصحيح والنقل الصريح هذا أمر محال وإنما يقع ذلك في أحد حالي الحال الأول أن يتوهم هنا وهم يقع منه أحد أن العقل السليم دل على خلاف النقل فيقرر هذا الواهم أو صاحب هذا العقل الواهم أن العقل دل على ذلك والعقلاء يجزمون أنه واهم في تقريره العقلاء يجزمون أنه واهم في تقريره الأمر الثاني هذا محال في أحد حالي الأمر الثاني أن يكون هذا الدليل الشرعي غير ثابت فهنا لا يصح أن ينسب هذا الدليل الشرعي أصلا حتى يقال قد ناقض دليل الشرع دليل العقل فلا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى الله إلا ما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا أتانا دليل من السنة فإننا ننظر هل هذا الدليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليس بصحيح فإذا صح فإنه نقول أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينه وبين العقل السليم بينما ربما يقع هذا الأمر وهو التوهم التعارض أنه في حال أن هذا الدليل أصلا الشرعي غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك نقول لا يصح أن تنسب هذا الدليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الشرعي المطهر فإذا وقوع التناقض بين العقل السحيح والنقل الصريح محال وإنما يقع ذلك في أحد حالين الأمر الأول أن يتوهم أحد أن العقل السليم دل على خلاف النقل فيقرر هذا الواهم أن العقل دل على ذلك والعقلاء هؤلاء يجزمون أن ما وصل إليه هو واهم في تقريره فلذلك العقلاء يردون على هذا صاحب هذا الأقل الواهم الأمر الثاني أن هذا الدليل الشرعي أصلا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا لا يصح أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الشرع المطهر هذا الدليل فبذلك نقول أن الأقل السليم لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح الصريح الأمر الرابع في منهجه أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الإسلامية أن الصحابة رضي الله عنهم أعلموا الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعقيدة ولذلك فتفاسيرهم للنصوص الشرعية حجة فقد شاهدوا تنزيل القرآن الكريم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحوا الناس فهما للرسالة المحمدية لا سيما وأن الصحابة رضي الله عنهم متفقون في أصول العقيدة ولم يختلفوا فيها فهم قد حضروا التنزيل القرآن الكريم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم أصحوا الناس في تفسير ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك منهجه للسنة والجماعة أنهم يأخذون من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعلم الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الأمر الخامس في منهج تلقي العقيدة الإسلامية في تلقي العقيدة الإسلامية من أجهل السنة والجماعة الاتباع وترك الابتداء في الدين فإن الابتداء من أعظم أبواب الضلال والفرقة من أعظم أبواب الضلال والفرقة البدع فتجد أننا ذكرنا في الدرس الماضي أنهم نسمون بأهل البدع والفرقة البدع والفرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحتثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة فلذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتزام الجماعة أمرنا بالتزام الجماعة فقال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق والابتداء في الدين فقال وإياكم ومحتثات الأمور وإياكم ومحتثات الأمور لماذا؟ فإن كل بدعة كل بدعة هذا يشمل كل بدعة فإنها ضلالة كل بدعة كل بدعة ضلالة فإذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع لأنها توصل إلى الفرقة لأن البدع توصل إلى الفرقة وإلى الضلال وإلى الاختلاف فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا على قال عليكم بسنتي بعدما قال فسير اختلافا كثيرا قال بعد ذلك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة في التقويم السؤال الأول ما منهج أهل السنة والجماعة تجاه النصوص الشرعية السؤال الثاني لماذا لا يتعارض العقل السليم مع النصوص الشرعية الصحيحة السؤال الثالث أعلل كون الابتداء في الدين من أعظم أبواب الفرقة والضلال للأجوبة على هذه الأسئلة أريد قبل الإجابة أن تحاول أن تجيب في ثنائي الدرس ذكرنا هذه الأسئلة نعم منهج أهل السنة والجماعة الأول في منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة الإسلامية التسليم التام والقياد الكامل لكل ما جاء عن الله تعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني الاحتجاج بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث أن نصوص الكتاب والسنة لا تعارض الأدلة الأقية الأمر الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم أعلموا الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الأمر الخامس الاتباء وترك الابتداء في الدين فإن الابتداء من أعظم أبواب الضلال والفرقة هذا السؤال الأول السؤال الثاني لماذا لا يتعارض العقل السليم مع النصوص الشرعية الصحية لإجابة عن هذا السؤال وقوع التناقض بين العقل الصحيح والنقل الصريح محال وإنما يقع ذلك في أحد حالين الأول أن يتوهم أحد أن العقل السليم دل على خلاف النقل فيقرر الواهم أن العقل دل على ذلك والعرق لا يجزمون أنه واهم في تقريره الأمر الثاني أن يكون الدليل الشرعي غير ثابت فهنا لا يصح أن ينسب هذا الدليل الشرعي أصلا حتى يقال قد ناقض دليل الشرعي دليل العقل هذا الجواب عن السؤال الثاني أما السؤال الثالث فأريد منكم من ثنايا درسنا أن تستنبطوا لماذا أعل الكون الابتداء في الدين من أعظم أبواب الفرقة والضلال بذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع على من الصالح ويلهمنا رشدنا ونوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين